موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة لكم معزان المشاهدين أينما كنتم إلى حلقة جديدة من لقاء خاص مع ضيفة كبيرة ومحترمة وقديرة يسعدنا أن نستضيف ضيفتنا أستاذ المساعد في كلية الشريعة في جامعة العلوم التطبيقية حتى الآن منذ 2020 وحتى الآن كما أنها أستاذ مساعد في جامعة دوملو بينار كوتاهية سابقا وعملت كذلك أستاذ مساعد في جامعة أم القرى في قسم الدراسات الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وشغلت ضيفتنا رئيسة قسم الدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى كما أنها في عام آخر عملت في أو تخرجت من الجامعة الإسلامية العالمية في ماريزيا ونحن نتكلم عن ضيفة من طراز فريد وقد عملت في العديد من المجالات وكذلك في المجال الثقافي والعلمي وقد أسست وأدارت الدكتورة كفاح أبو هنود مبادرة سراج التطوعية للقراءة التطوعية كما أسست وأدارت برنامج مشكال بناء القيم القرآنية هي كاتبة في المجال الأدبي والتربوي والثقافي ناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي ومهتمة بالتوجيه التربوي أما عن كتبها فنحن أمام مجموعة من الكتب المهمة والمؤثرة في شريحة الشباب على وجه التحديد وهي كتاب نحو المعالي كان مؤلفا مشتركا ثم نتحدث عن كتاب التوظيف الحداثي لآيات المرأة صدر عام 2011 كتاب فقه بناء الإنسان في القرآن صدر عام 2020 كتاب رسالة الصورة القرآنية صورة الكهف نموذجا كان في طور الطباعة لعله طبع في الشهور والماضية كتاب قيم القرآن ومفاهيمه وكتاب في صحبة الأسماء الحسنى وبحث في التفسير التحليلي آيات الحج نموذجا كتاب على خطى إبراهيم عليه السلام كتاب في صحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كتب كثيرة تتميز بأسلوبها السهل الممتنع وبقدرتها على اختراق النفس البشرية والتعامل مع هذه النفس بطريقة تناسب هذا الزمن الذي تشتاح فيه وسائل كثيرة وأدوات كثيرة غير معرفية في معظمها وغير ثقافية عميقة تشتاح العالم العربي والإسلامي رحبوا معي بضيفتنا المحترمة الكبيرة دكتورة كفاح أبو هنود الكاتبة والنشطة التربوية أهلا وسهلا فيك دكتورة أهلا فيك الله يفعلك يا رب ونحن حاولنا من خلال هذا التقديم السريع أن نستطلع هذه الرحلة الثقافية التربوية الممتدة لكنني أريد كما جرت العادة أن نعرف من أين بدأت هذه الرحلة وكيف بدأت ومن أين لك بهذا المداد كتب متعددة في وقت قصير نسبيا لا هو ليس وقتا قصيرا هو طويل جدا نعم لكن هذه الرحلة بدأت منذ الطفولة منذ أن كنت في الصف الرابع الابتدائي عندما تناولت يدي أول كتاب في مكتبة والدي حفظه الله وكان كتابا لا يناسب عقلي ولا يناسب عمري لكن هذا الكتاب كان هو المتاح في تلك هذه الكتب هي المتاحة في تلك الفترة وهذا الكتاب أدخلني إلى عالم من التقدير والاستثناء والتميز في التعامل من الأهل ثم وجدت نفسي أنطلق إلى عالم لم أتوقع أني مهتمة بالقراءة إلا عندما قرأت ذلك الكتاب اللي هو الطريق إلى الإسلام وكانت حالة من التحدي أن والدي إذا قرأت هذا الكتاب سيبتيح لي أن أدخل إلى طلبة الدراسات العليا ضيوفه كي أتحدث إليهم فلما رأيت هذا الاهتمام والتصفيق والاعتناء لكأن ما فتح لي بوابة إلى عالم جميل هو عالم الكتاب والحقيقة من بعد ذلك أنا لا أذكر حتى الآن كم عدد ربما لا أبالغ إذا قلت ألاف الكتب التي قرأتها يعني في مرحلة متقدمة من عمري خمستاشر سنة كنت قد قرأت كل السلاسل التي كتبت في ذلك الحين عن اليهود واليهودية والماسونية والأفعال اليهودية العبدالله التل مثلا روايات وحتى كتب مترجمة موسوعات لكن أنا ما كنت أدري ماذا تفعل القراءة في ذلك الحين ما كنت أدري أنها تسقين المفردات أنها تصنع لي لغة أنها كانت تشكل لي مفاهيم متزنة أنها كانت توجه فكري وأنها كانت في نفس الوقت تخلق لي حالة من التسامي من التسامي عن عبث البنات عن الأخطاء التي يمر بها الجيل لأن العقل عندما يمتلئ كما يقول الدكتور عصامي البشير وعي صحيح سعي صحيح يتوجه الإنسان دون أن يدرك ذلك ثم بعد ذلك أنا دائما أقول لهم إذا امتلأ الإنسان فاض الكتابة أصبحت نتيجة طبيعية لهذه المئات الألاف من الكتب المفردات الأحاسيس الصور الأفكار التي ترسخت في داخلي خلقت فيها حالة من الرغبة في أن أفرغها فاكتشفت أني أكتب سنأتي إلى مرحلة الكتابة متى بدأت بالتحديد لكن في مسألة القراءة كيف كنت تختارين ما تقرأينه هل وجدت مكتبة عامرة وبالتالي سهل عليك ذلك من حيث التوجيح لما تقرأين ومن حيث الاختيار أم أنك بدأت تختارين أشياء محددة لقراءتها لا طبعا مكتبة والدي كانت مكتبة أقرب إلى أن تكون مكتبة إسلامية فكان هذا هو المتاح لكن أنا دوما أقول أحمد الله تبارك وتعالى أن هذا هو الذي كان متاحا لي لأن هذا جعل يعني أنا أسميها العصمة العقلية صنع لي نوعا من العصمة في مواجهة ما قرأته فيما بعد لأنه يعني مكتبة والدي كانت مكتبة ضخمة جدا وكنت أتناول كل شيء لأني أنا مسكونة الآن بملكة القراءة يعني من الأشياء التي كانت تحدث في رمضان أن أهلي يضعون طاولة الطعام وينتظرون الأذان ثم تفتقد أمي كفاح أين كفاح فتقولهم أكيد كفاح عم تقرأ لا تساعدينها في أعداد الطعام حتى لم ساعدتها يعني أنا مثلا إذا اختفيت وهذه من الأشياء التي ربما لا يتخيلها أحد يعني في حفلة خطوبة أحد أخواتي شاركت في الحفلة في البداية ثم انسحبت فأبي يبحث وين كفاح يا جماعة فجاء فإذا بي مغلق أنا قد أغلقت على نفس الباب وأقرأ عن خالد بن الوليد عسكريا واستراتيجيا فوالدي بيطلع فيه بيقول لي هلأ وقت يا بابا فقلت له بابا يعني كف ساعة أنا شاركت في الحفلة يعني أنا كنت أرى أن هذا وقتا يهدر وكانت القراءة بالنسبة لي يعني حالة حالة من الجمال حقيقة بعد ذلك لما دخلنا الجامعة وانفتحت على قراءات أوسع بحكم مكتبة الجامعة الأردنية وبحكم النضج بحكم أننا نبحث عن إجابات لأسئلة قلقة تسكن الجيل انفتحت على كتابات أوسع من ذلك لكن بفضل الله كان هناك أسميها أنا يعني التثبيت المفاهيم الرئيسية نعم المحتوى الذي الأساسي نعم يعصم الإنسان من أن يعني يتم توجيهه عبر شبهات ممكن أن تقرأ في كتاب لأحد الشيوعيين أو العلمانين أو رواية ربما يدس فيها الكثير لكن إذا كان الإنسان مؤسسا تأسيسا سليما يستطيع أن يواجه هذا الطفان الفكري إذن القراءة أو أنك كذلك بنت الحياة كما تحبين يعني بنت التجربة بنت التجربة التي نعم وبالتالي نحن أمام السؤال مباشرة تالي عن القراءة التي أثرت فيه لا شك أن القراءة العامة الكبيرة تؤثر بشكل أو بآخر لكن ثمت من يترك آثار من الكتاب والكتب الكبيرة في شخصية وبناء المثقف أو الكاتب وكذلك يعني خاصة في السنوات الأولى في سنوات الجامعة وما بعدها يعني أكاد أقول أن أول من صنع لي إجابة السؤال عن المعنى معنى الحياة والهدف والرسالة كان سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن لأنه بدأت أقرأ في الظلال في مرحلة ما بعد التوجيه وأظن أني قرأت في حينها أكثر من جزئين أو ثلاثة من تفسير الظلال لكن الذي فعله في سيد قطب هو أنه أوقفني على معنى الحياة لماذا نحن يعني ما هي الرسالة من وجودنا وجعلني أرتبط بالقرآن ارتباطا أبعد من ارتباط الأداء أو ارتباط التلاوة يعني أنت ترى الجيل اليوم كله مسكون بالحفظي وبإتقال الحروف لكن سيد جعلني أبحث عن معنى الآية ومعنى المعنى في الآية بعد ذلك طبعا نفتحنا نحن على كتب المفكرين الكبار زي عماد الدين خليل ومحمد قطب في حينها وكل هؤلاء الكتاب أصحاب الأقلام المهمة شوقي أبو خليل يعني كتاب كثر لكن في نهاية السنة الجامعية عثرت على مالك بالنبي وكان هذا العثور أنا أسميه عثورا قدريا يعني بترتيب قدري ودائما أقول أنا أحمد الله أن أوراق حياتنا يتولاها الله يعني الله عز وجل عندما تتوجه إليه وتطلب منه أن يرتب لك أوراق حياتك تترتب كأنما هي يعني بحكمة عليا يعني لو أنا عثرت على مالك بالنبي مبكرا ربما لم يستطع أن يصنع فيه ما صنعه قلمه عندما كنت قد بلغت مستوى من النضج ومستوى من البحث أيضا يعني نحن جيل بكل مراحلنا بكل مراحلنا جيل الثمانينات جيل التسعينات جيل الألفين كلنا تسكننا أسئلة قلقة تناسب الواقع فكان السؤال لماذا نحن في قاع القاع هذا السؤال الذي عثرت على إجابته عند مالك بالنبي يعني أثار عندي خطورة الأفكار القاتلة الأفكار الميتة خطورة الأفكار الباعثة الحية القابلية للاستعمار يعني القابلية للاستعمار حلت عندي مشكلة واسعة في الرؤية ثم بعد ذلك المسيري ثم انطلقت إلى قراءة روايات ربما هي من العيار الثقيل جدا لكن هذه الروايات أيضا كانت لعلمانيين لكنها أيضا كانت تحاول أن تجيب عن نفس السؤال أن نوعا ما هذا كله استطاع أن يخلق عندي نوع من الرؤية كتب عمر عبيد حسنة اللي هي كانت تنتجها مجلة أظن أو كتاب الأمة كتاب الأمة كان يقيم لقاءات مع عمالقة في الفكر هذه الكتب يعني استطاعت أن تساعدني في الرؤية كثيرا وبعد ذلك يعني رزقنا الله الرحلة في الأرض استطاعت هذه الرحلة أن تغطي جوانب ناقصة في الفكر وربما هذا ما يحتاجه المثقف أو الباحث عن المعرفة هذه الرحلة بالإضافة إلى رحلة في الكتب ورحلة في الحياة الدنيا يعني رحلة في الجغرافيا وفي الإنسان دكتورة قبل أن ننتقل من سؤالي عن أبرز تلك القراءات التي أثرت فيك مسار القراءة إلى أي مدى أثر في مسار الكتابة بعد ذلك جعلك تذهبين باتجاه كتابة عنوين وموضوعات من الطراز الذي قرأناه قبل قليل والذي سنأتي إلى التفاصيل فيه يعني مثلا يعني أنت قرأت روايات كثيرة مثلا لكن لكن لم تكتب رواية نعم أكتب رواية هل هناك روايات صادرة موجودة؟ يعني رواية متوقفة نعم يعني ربما لأني مسكونة بالحل كتاب فقه بناء الإنسان في القرآن هو النتيجة أنا أسميها المخزون الطويل والقراءة الطويلة لكني حاولت أن أقدم الإجابة للناس عبر النص القرآني نعم الناس كلها يعني مؤمنة بكلمة الله تبارك وتعالى وعندما تقدم للناس الصواب عبر ما يؤمنون به عبر المتفق عليه نعم أنت تستطيع أن تقدم لهم إجابة مقبولة وكان السؤال لماذا يعني ما هو الفارق نحن نقرأ القرآن بل نحفظه ونتلوه وليس لدينا مشكلة مع التعامل مع النص القرآني لماذا الجيل الأول استطاع أن يحمل هذه الكلمات ثم يتحول بها إلى إنسان الرسالة ويتحول بهذه الكلمات إلى صناعة حضارة امتدت على مساحة جغرافية عليا ونحن لا نستطيع فعل ذلك نحن لا نستطيع أن نحل مشاكلنا أزماتنا نحن لا نستطيع أن نتلمس اليمين من الشمال نحن ما زلنا نتخبط في دوائر من التيه واسعة لماذا هذا الأعرابي هو كان أعرابي الذي كان يرعى الغنم استطاع أن يلتقط هذه الكلمات ثم تحولت هذه الكلمات إلى حلول هائلة وجدناها على واقع خريطة وهذه المواجهة واجهت حضارات يعني مش واجهت هي فئان من الناس المنتشرة على الجغرافيا يعني كيف استطاع هذا العربي أن يحمل هذه الكلمات ثم يقدم حضارة تتفوق على الحضارة الفارسية أو الحضارة الرومانية لابد إذن أن نعيد القراءة قراءة السور المكية وحقيقة أنا لما دخلت إليها بهذا البحث وجدت أنه في مجموعة من المفاجآت التي انتظرتني يعني السور المكية كلها أقسمت بكل مستويات الوقت والفجر والعصر والضحى والليل والشمس والنهار الله عز وجل المرة الأولى كان يعلم العربي قيمة الوقت وعاء الوقت إذا عدت أنت للمفكرين ستجد أن هناك كلام كثير حول أن الفارق الحضاري بيننا كان وبين الغرب اليوم هو طريقة التعامل مع الوقت ووعاء الوقت وماذا ينتج في الوقت وربما مالك بن نبي قالها أنه تحدث عن قضية الفاعلية مالك بن نبي وأزعجته كثيرا لما تأتي مثلا للقرآن فتجد أن القرآن في أول بدء أول كلمة وأنا كتبتها في فقه بناء الإنسان في القرآن اقرأ وكان المتوقع أن يقول الله تبارك وتعالى كما حدث موسى أو عيسى إني عبد الله آتاني الكتاب أو إنني أنا الله لا إله إلا أنا فأقم الصلاة لكنه قال له اقرأ قال له اقرأ هذه بداية مختلفة هذه بداية جليلة لأمة يراد لها مهمة جليلة نون والقلم وما يسطرون يتلفت محمد يمنة ولا يسرى لا قلما ولا صحيفة ولا ما يسطرون ما الذي كان يريد أن يصنعه القرآن القرآن كان يريد أن يشكل لنا بداية مختلفة لا دخل لها بكل البدايات السابقة بداية قائمة على المعرفة لأن المعرفة هي القرار الذي سيصنع منه حضارة سيصنع منه حضور وسيصنع منا فعلا مؤثرا والذي يقرأ كتاب فقه بناء الإنسان مثلا سأعطي مثلا معنى من المعاني الذي ذكرته أن الله سبحانه وتعالى يقول وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ هذه تتكرر في السور المكية وللمرة الأولى أيضا العقل العربي المسلم أو العقل المسلم يتلقف معنى أن الإنسان يمكن أن يضاعف حياته ويمكن أن تتحول الحياة ليس إلى مستوى الفاعلية الحاضرة بل إلى مستوى المستقبل وهذا الذي خلق فكرة الأوقاف التي تقدمنا بها على الحضارات السابقة وتلقفتها أيضا الحضارة الغربية مثلا جامعة هارفرد اليوم وجامعة ييل والجامعات العالمية تقيم أوقاف مهمة هذه فكرة القرآن أو خلينا نقول هذا مفهوم قدمه القرآن ورأينا الأوقاف تتجلى في صور مذهلة مبهرة في حضارتنا الإسلامية هنا يأتي السؤال هذا العربي الذي كان يقيم حياته بالتمرات وبالشعر وبالغزل وبمعارك تتحرك على أسباب ليست ذات قيمة ذات قيمة فجأة يتحول إلى من يقيم حضارة يقيم أوقاف يتحرك في معرفة كانت المسلمين تتباهى بالمكتبات كان أحدهم إذا أراد أن يرحل لبما حرك قافلة بأكملها ليحمل كتبه هذا الإنجاز المعرفي الذي نقف أمامه والغرب اليوم يعترف أن ترجمة العرب لكتب اليونانية والكتب الهندية هي التي استطاعت أن تحمل لنا هذه الحضارات أو العلوم التي كادت أن تندذر وفي نفس الوقت شوف كيف العرب صاروا جسر معرفي وحفظوا حضارات سابقة هذا وعي متقدم جدا يعني خلينا أسمي هذا يعني وعي متحضر يعني هم ما عاملوا الحضارات السابقة بعدائية لأن المعرفة لا عدائية فيها نحن نمتد بالمعرفة فحملوا لنا المعرفة السابقة وأطافوا عليها ونقلوها إلى الشعوب الأخرى يعني ولذلك أنا أعتبر هذه الحالة تحتاج إلى أن نقرأ النص الأول الذي تنزله سور العهد المكي والتي صنعت إنسانا بهذا التقدم الفكري اليوم الناس تقرأ مثلا لنقل والفجر وليالي عشر فيركزون على حرف الجين أهى للأسف صح؟ ويكون مسكون ربما بساعات حتى يدقن حرف الجين أنا لا أرغب بمقاطعتك لكن أنت جئت إلى النقطة اللي أريد أن أسأل عنها منذ أن بدأت بالحديد مسألة التركيز يعني نحن أنت تتكلمين أولا في هذا العنوان المهم جزاك الله خير فقه بناء الإنسان في القرآن وعنوان مهم جدا للغاية ولكن ذلك يحتاج إلى يعني إلى كتابة أو جهد شخصي للقيام بذلك توعية شخصية لكن نحن نحتاج إلى كيانات كبيرة ضخمة تبني الإنسان وفقا لهذا الفقه القرآني وهذا الأسف الشديد في بلادنا العربية والإسلامية غير موجود أو الكيانات الموجودة تهتم باهتمامات أخرى لكن أن تدخل إلى أعماق هذه الموضوعات وتصيغ وتعيد بناء الإنسان وفقا لهذه المنظومة الأخلاقية أو المنظومة العلمية أو المعرفية القرآنية فذلك غير موجود فماذا نفعل الآن في ضوء هذا الغياب لكيانات دول منظمات وزارة أوقاف أوقاف إسلامية تقوم بهذه الأعمال أنت تعرفين أن هناك انتشار كبير للأوقاف في بعض الدول مثلا العربية والإسلامية وإن كان في الغرب تفوق علينا بهذا الموضوع لكن ليس تمت مثلا أوقاف تهتم ببناء الإنسان على نحو خاص ألا يحتاج الأمر إلى منظومات كبيرة تقوم بهذه المهام؟ طبعا هذه مهمة التيارات الإسلامية ابتداء والدول والحكومات نعم لنقول نحن نحاول أن نناشد الحكومات بأن توجه التعليم أن توجه البناء الثقافي للإنسان لكن لو أن هؤلاء عجزوا عن امتلاك هذه الرسالة هنا يأتي دورنا نحن نحن كتيارات إسلامية كمؤسسات إسلامية كدعاء كناشطين كمفكرين كخبراء في هذا المجال أن ندرك أن البداية لن تصحيح تصحيح البوصلة لن تتم إلا ببناء الإنسان بحيث يتم تحرير الإنسان من الأفكار القاتلة والميتة وبناء أفكار صحية شوف محمد الغزالي رحمه الله المعاصر ربما هو قضى نحبه وهو يقاتل في هذه المعركة معركة فقه التدين ترتيب أولويات فقه التدين تصويب التدين توجيه التدين في مساره الصحيح وكان يصرخ أنه ربما بناء مصنع هكذا كان يقول بناء مصنع أخطر من بناء مسجد يعني هذا من كلمات محمد الغزالي في مرحلة من مراحلنا ربما يصبح بناء المصنع أخطر من بناء المسجد لكن هذا كله لا يمكن أن يمتلك إذا لم يمتلك الذين يقومون على التوجيه صواب الفكرة صواب التوجيه نعم نعم وإحنا عندنا مشكلة أنه الذين يقومون على التوجيه يوجهون الجماهير والجماهير دائما يعني التقاد التقاد هذا بطبيعة يوجهونها إلى التدين الشعائري نعم فإذا رأيت نفسي أنا قد حفظت كتاب الله تبارك وتعالى على جلال هذا الأمر وإذا توجهت أنا إلى نوع من التدين الخارجي أشعر بنوع من الطمأنينة الداخلية وربما أكون أنا من أكثر الناس تقصيرا في المهام التي نزل لأجلها القرآن أحسنتي في هذه النقطة وخاصة أن هناك دراسة مرت علي قبل فترة تتكلم أن عددا قليلا من الصحابة أحفظ القرآن كاملا يعني ومنهم من حفظه على سنوات طويلة وعلى عقود طويلة وبالتالي نحن نتكلم عن قدرة على التعامل مع هذا النص القرآني وأنه يعيد بناء الإنسان لصناعة الحضارة وصناعة المستقبل الشيء بالشيء يذكر وننتقل إلى نقطة أخرى تتحدث عن المرأة على وجه الخصوص المرأة أنت تحدثت من قبل بأن هناك ثمانية ألاف عالمة في حضرتنا الإسلامية وهذا رقم غير مشهور وربما لا أحد يتحدث فيه أين المرأة اليوم في بناء الإنسان وبناء الحضارة الإسلامية وما دورها يعني كيف حصل دور المرأة الآن في وقت حساس وخطير جدا نايش فيه بين زمنين زمن التفاهة وزمن خلينا نقول الوعي الحضاري يعني حتى لا أحسب على الخط النسوي المتطرف أنا هكذا أريد أن أسميه خط نسوي المتطرف لكن أنا منطلقي كتاب الله تبارك وتعالى نعم نحن في بدء السور المكية وجدنا أن القرآن ينعى على الجاهلية الأولى وأدي النساء وإذا الموؤودة سؤلت ثم نجد أننا في القرآن ذاته نجد أن المرأة تنطلق إلى مرحلة أو ينتقل بها إلى مرحلة قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها ويقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لامرأة في الطريق ويقول هذه التي سمع لها الله تبارك وتعالى هذا الانتقال الهائل من مستوى الموت إلى مستوى أن الله تبارك وتعالى على عرشه يستمع لامرأة هذا انتقال لا تعرفه العرب وهذا انتقال لا يصنعه إلا القرآن وهذا انتقال رأينا نعكاسه هذا اللي أنا بقوله كيف تلقى العربي النص كيف تلقى العقل المسلم هذا النص القرآني بماذا أذهله لم يذهله فقط في بلاغته المضامين كانت مضامين لا تعرفها البشرية حتى الحضارة الرومانية والحضارة الفارسية لا تعرف هذه المضامين المتطورة جدا تخاطب أعماق نفس البشرية وترتفع بالإنسان إلى مستوى لا يصنعه إلا الإسلام فجاء القرآن لينتقل بالمرأة من الموت إلى مشروع حضارة يعني احنا طبيعيا وجدنا أن المرأة تمارس العلم لأن العلم فريضة كل مسلم ليست محتكرة على الرجل وجدنا أن المرأة تتحول إلى نموذج يعني مشارك في كل شيء ونبي السلام يطبق ذلك عبر إحضار نساءه في الغزوات المشاركة ونحويه هذه المضامين مع التطبيق انطلقت بالمرأة إلى مستوى سامق جدا هذا المستوى هو أن المرأة يمكن أن تكون مشارك فاعل ومهم في صناعة الحضارة وحقيقة يعني أنا أقول أنه يعني أنا من الناس الذين يؤيدون مشروع ليس يؤيدون بل ينافحون عن مشروع الزواج واستقراره ومشروع الأمومة ونضجها في التربية لكني أقول أن المرأة تتقن أكثر من ذلك يمكن للمرأة أن تكون معرفية ومشاركة في صناعة الحياة وإنجاز منجزات مهمة في الحياة على الصعيد المعرفي على الصعيد العلمي على الصعيد الاجتماعي وأيضا في نفس الوقت تدير هذا البيت وتدير هذه الأسرة باستقرار وبجمال رائع جدا وإلا ما معنى أن المرأة في تاريخ الحضارة الإسلامية عندما نقرأ وأن أنصح الجميع أن يقرأ عن المرأة في الحضارة الإسلامية أظن للدكتورة رعد يقرأ مثلا كتاب الدكتوري الندوي الذي سجل فيه ثمانية آلاف عالم ما أسمعهم من القرن الأول إلى القرن العاشر الهجري افتح على سير أعلام النبلة ستجد أن النساء مذكورات مذكورات كشيوخ ومذكورات كأستاذات أول من أسس أول جامعة أول جامعة هي سيدة وهذا معروف أول من أسس الجامعات هي سيدة أول من وضع كراسي العلم لماذا المرأة كانت موجودة بكل هذا الارتياح هذا أريد أن أسأله لماذا المرأة موجودة دون أن تذهب فتستفتي فتقول هل يصح لي أن أكون مثلا أستاذة جامعية وزوجة مثلا هي لم تواجه هذه الأزمة المرأة لأنها كانت تفتي أصلا يعني المرأة تفهم نصها تفهم نصها القرآني تفهم دورها تفهم حضورها تفهم وجودها وتفهم أن هذه مهمة لا يمكن لا يمكن لهذا هذا الإنقاص من قدر المرأة ومحاولة تعويضه بقوالب ومناهج جاهزة من خارج بيئتنا وتقافتنا وحضارتنا كيف يعني ما مدى خطورته خطورة عكست على الرجل عكست على الأسرة عكست على الأولاد المرأة إذا صغر عقلها صغر عقل أبنائها وصغر عقل زوجها لا يحدثني أحد أن الرجل بمنأة عن تأثير المرأة المرأة عندما وجهت للاستهلاك ووجهت للهامش بدل من أن تكون في المتن في المركز نعم ووجهت إلى الاهتمام بأدوار يمكنها المرأة أن تمارسها دون أن تكون هي مركزية سلوكها أو كما يقول المسيرة أعطيت المرأة دريس كود اللي هو التركيز على المظهر العام على الأداء اللي هو يتصل بالطعام الاستهلاك ونحوه والحقيقة انظر أنت أن أعلى نسبة استهلاك في الأسواق هي للمشتريات النسائية فالمرأة بالنسبة لهم سوق تم توجيهه فكريا فتحولت المرأة إلى اللباس والمكياج نتكلم عن دول تستهلك أربع مليارات بالمكياج الحالي تقوم بالاستهلاك تقوم بالاستهلاك شنط الماركات الأحذية أجلكم الله الملابس وأضف إلى ذلك أن تتحول المرأة إلى شخص يراد إرضاءه من الرجل يعني الزوج مشغول مس مسكون أنه يعني يرضي المرأة والطعام ونحوه المرأة عندما صغروا عقلها صغروا عقل أبنائها أصلا الأبناء طلعوا مستهلكين لكن هذا الكلام وإن كان موجودا في قطاعات واسعة للأسف الشديد من أمتنا لكن هناك نموذج ملهم نموذج يستحق التوقف عنده بجدارة للمرأة العربية والإسلامية في أكثر من مكان في الحقيقة في المنطقة العربية والإسلامية وأعني هنا تحديدا فلسطين وغز اليوم مع ما تمر به والشيء أذكر يعني مذبحة كبيرة جدا وإبادة جماعية يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي وعلى الرغم من ذلك دكتورة نلاحظ أن المرأة الفلسطينية تأدت دورا عظيما أولا في بناء الإنسان الذي يستطيع أن يقاوم كل هذه الإبادة وكل هذا العدوان ثانيا في صورتها التي تظهر الآن بتجلي بعظمة وبجمال نادر جدا بحيث أنها تحافظ بينما القصف ينزل المتفجرات تنزل على البيوت والمربعات السكنية تحافظ على عفتها وعفافها وسترها من خلال اللباس الشرعي ولكنها عندما تخرج من تحت الأنقاض تخرج بإيمان عميق أيضا وقوي في مواجهة آلة الحرب الصهيونية وما تزال قادرة على وإحنا شفنا قبل أسابيع جلسات كبيرة لصدر القرآن الكريم والوعي به ما رأيك بهذا النموذج الملهم؟ يعني هذا النموذج نحن نقف أمامه منحنين جلالا مقدع يعني ربما نتقزم نحن أمام هذا النموذج العظيم وربما في مرة من المرات أنا قلت وما زلت أرفع الصوت عاليا أن رواية إذا صح التعبير رواية نضال المرأة الفلسطينية يجب أن تكتب بأقلام عبقرية أقلام تليق بتصطير وتأريخ هذه الأيقونة التي جلت عن أن تتكرر حتى الآن في تاريخنا والتي وصلت إلى مستويات أذهلت الحياة بأكملها أذهلت جميع أجناس الناس مؤمنها وكافرها لكن هنا النقطة التي نريد أن نقولها أن المرأة الفلسطينية هي نتيجة النضال الفلسطيني نتيجة النضال والتربية إذا ذهبنا إلى غزة ربما سنجد أن الشيخ أحمد ياسين هذا المشلول العظيم الذي تستلهم منه كل حركات التحرر فلسفتها أول ما اهتم اهتم بالمرأة فيما سمعت وفيما علمت نحن نقرأ عن الشيخ أحمد ياسين كما يقرأ الكثير أن الجامعة الإسلامية في غزة أسست لأجل تخريج النساء كان يقول لهم أنتوا بتقدروا توصلوا مصر بس البنات ما بيقدروا يروحوا على مصر فخلي الجامعة الإسلامية مشان طلع البنات فلما سؤل البنت في العقلية الشرقية أو الموروث نعم أنه بالآخر ستتزوج وتخلف وتطبخ فقال لهم من الذي سيصنع الرجال هذه الفكرة التي أدركها هو مبكرا هي خلينا أقول الجواب الذي نتساءل فيه كيف يمكن أو السؤال الذي نتساءل من خلاله كيف يمكن جعل هذه الأيقونة التي رأيناها في فلسطين وعلى ثرى غزة أن نحولها إلى ظاهرة صناعة الظاهرة هنا يعني إحنا عندنا مجموعة تفردت لكن دائما هل أصبحت ظاهرة عامة أم لا؟ لا 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 يعني إذا أردت إذن هناك أشياء لا تنتقل بمجرد الرغبة هناك أشياء تنتقل بصناعتها كما حصل في منطقة النوم نعم يعني هؤلاء تفردوا لكن إلى أي حد هذا التفرد يمكن أن يكون رافعة للأمة يجب أن يتحول التفرد إلى ظاهرة إذا حولنا التفرد هذا إلى ظاهرة نستطيع أن نقول أن المرأة تستطيع أن ترفع الأسرة وترفع أبنائها وترفع الرجل إلى المستوى الذي يليق بحركة التحرر التي نتمنى أن نراها في أوطاء يعني في فلسطين تحديدا إن شاء الله دكتورة ننتقل إلى رحلة في كتبك تحدثنا عن فقه بناء الإنسان في القرآن الكريم حديثا سليسا وجميلا ما شاء الله إذن كتاب على خطى إبراهيم عليه السلام نسبقه في صحبة الأسماء الحسنى كما تحبين نعم إذن هذا كتاب في صحبة الأسماء الحسنى أنت أولا أختيارات هذه الكتب وهذا ما لحظته في كتاباتك محاولة تقريبها للمتلقي اليوم ومحاولة تطويع هذه المفاهيم بحيث أن يستفاد منها لأن الدراسات القرآنية وهذه الدراسات العقائدية والشرعية غالبا ما تكون للمتخصصين ولا يستفيد منها عوام الناس أو أصحاب التخصصات الأخرى من الناس الذين يرغبون في معرفة بعض المعلومات كيف استطعت أن تقدمي أو كيف قدمتي مثل هذه العنوين في صحبة الأسماء الحسنى هي نتيجة التجربة الدعوية نعم يعني عندما أنت تنزل إلى الواقع البشري في السعودية في أمريكا في ماليزيا في تركيا في الأردن مع النشاط على مواقع السوشال ميديا هناك شيء أدركته من كثرة آلاف الاستشارات التعامل مع الناس أن الناس تحتاج إلى التحصين الإيماني أن الناس إذا لم تخلق فيها الروح الربانية مهما كانت المعلومة لديها قوية لا يستطيع الإنسان أن ينتقل إلى تطبيق المعلومة دون أن يشخل بالعاطفة دون أن يكون هناك خلأ أسميه الدينامو اللي بيخلي الإنسان يقول لربنا أنا تبت أنا تبت حتى لو عارف أنه عميما المعصي حرام شو اللي بيخلي الإنسان أن يتوقف عن فعله للحرام فاضطرني هذا الكتاب أنا أردت فيه أن أقول للناس أن الله يحبكم أن الله لديه من أسماء الجمال والكمال ما يستحق وما يليق أن تتعرفوا على الله عز وجل وأن تنطلقوا إلى الله الله سبحانه وتعالى لديه شيء يواء يعني هذه المعاصي دائما إغراؤها في أين؟ في المكاسب فأنت عندما تقول للناس المكاسب التي عند الله يعني لا نهاية لها تماما تجعله ينظر إلى المعصية باستحقار نعم فكانت الحوارية بحوارية شفافة أحضرت الشيخ واعتبرت الشيخ ونموذج كل علماء ومربين وأئمة السلف الصالح وأحضرت التلميذ الذي هو نحن الذي يجلس بين يدي شيخه ويقول له يعني أنا مش قادر أتحمل أنا مش قادر أصبر أنا غلطت أنا عندي شك في الله جعلته يتكلم في كل شيء هذا التلميذ أما الشيخ فأطلقت على لسانه كل ما كتب فيما ظننت في كتب التزكية قرأتها يعني حتى أني في فترة قرأت مخطوطات في المغرب وتونس ومخطوطات في التزكية وقرأت لكل الأطياف يعني أئمتنا من علماء السلف حتى بعض أئمة التصوف الذين هم على تصوف سني قرأت في كل المجالات وأردت أن أهضم هذه الحكمة ثم حملتها بقالب أدبي تربوي رقيق يعني الناس كانت عندما تقرأ أنا كنت أرسلها في رمضان فالناس عندما تقرأ في رمضان كل ليلة اسم من الأسماء يرسلون لي أن قضينا الليل ونحن نعيد الدعاء الذي علمته للتلميذ الشيخ طبعا علمه للتلميذ وأن هذه الأسئلة أجابت عن كذا في أنفسنا أنك تكلمت عن شيء أخشى أن أقوله لأحد أحد الشباب قال لي والله وصلت رسالة الأسماء الحسنة كنت أكتبها على الفيس قبل أن يطبع الكتاب وصلت الرسالة وكنت أهم بمعصية ولما قرأتها قمت فصليت ركعتي توبة لأن التلميذ قال الذي كنت أبرر به لنفسي لأن التلميذ كان يعبر عن الحالة عن أهواء النفس أيوة أنت يا شيخ مؤمن بس أنا شاب أتعرض لما لا تطيقه أنت فكيف كان يجيب الشيخ ثم اكتمل هو بكل الأسماء الحسنة وبفضل الله لاقى مبيعات عالية هناك كثير مما يقدم للناس من المفاهيم الشرعية في الفقه وفي المعاملات وفي غيره في علماء كثر وفي انتشار الحمد لله في عالمنا الإسلامي لوسائل إعلام كثيرة إسلامية وكذا هل تعتقدين أن هناك مشكلة في الأسلوب مشكلة في تقديم هذه المعرفة بين يدي الناس لماذا مثلا نجد تأثيرا ضعيفا في بعض المرات لهؤلاء الدعاء أو لبعضهم على فئة الشباب تحديدا ما الذي يحتاجه الشباب من معرفة وكيف الأسلوب إلى الوصول إليهم بهذه الطريقة يعني احنا نحتاج عدة مسائل أولا سيبقى هناك علم أكاديمي متخصص لأناس طبعا لكن لما ننظر نحن إلى أن القطاع العام هو القطاع الأوسع قطاع الشباب والجيل التائه أكاد أن أقول أن نحن نحتاج كما كان يقول كلمة للترابي على بعض الخلاف معه كان يقول كلمة نحن نحتاج أن ننزل إلى المستنقع ربما تتلوث أنت قليلا في هذا المستنقع لكن أنت لن تعرف المستنقع وحجم المستنقع إلا إذا نزلت إليه نحن نحتاج أن نتواصل معهم بدون الحواجز أن ندرك مشاكلهم أن ندرك ثغاراتهم أن ندرك عثراتهم أن نصل إليهم بوصل الطمأنينة يعني أن يكون لديه الطمأنينة وهذا الذي فعلته مع التلميذ مش تخوفه أيوة يعني التلميذ كان يرى في الشيخ أنه سيسمعه ولن يحاكمه أنه سيسمعه دون أن يلقي عليه التهم نعم وهناك بعض اللقطات في الكتاب كيف أن التلميذ مثلا أو مجموعة التلميذ يبكون ثم يقولون له أنه وصلنا إلى درجة الشك مثلا لابد أن ننزل إلى الجيل لابد أن نتعامل مع الجيل ثم بعد ذلك كما يقول سيد قطب أن نرفعه مش نضل تحت نعم أن نقدر ما هو إحنا سرنا في بعض الدعاء صاروا يعملوا ما يطلبه المستمعون يعني أنه أنا عشان الجيل نزلنا كل المقاييس نزلنا كل المستويات وأذكر هذا وأنا بأمريكا كانوا يأتون إلي مثلا يسألوني عن الحجاب أنه فقلهم شوفوا الحجاب رح يضل هو واسع وهذا الحجاب لازم يكون ساتر وهذا الحجاب يجب أن يكون بهذه المواصفات الشرعية فيه فرق أن تقولوا لا نقدروا بدي أساعدكم لحد ما تقدروا بس ما نزلوا للفتوى المعيين لا تنزلنا الفتوى ما رح أغيرها فكانوا يبتسمون أنه بكل وضوح خلينا نقول إحنا مش قادرين وإن شاء الله منستعين ومنتعاون وهذا الذي يحتاجه الجيل أن نقولهم أنه ما تواجهونه طبيعي بالمناسبة دكتورة تجربة الرحلة إلى أمريكا والعيش هناك وبين الغرب والشرق كيف أثرت عليك وكيف استفدت منها على صعيد الكتابة وعلى صعيد التعاطي مع المسائل التي تعاني منها أمتنا اليوم توازن أنت ترى كل الألوان وأنت حينها تفهم أن الإسلام جاء لكل هذه البيئات لكل هذه الأنفس لكل هذه الجغرافيا ولكل هذه التحديات فأنت هذا يجعلك في موطن من الوعي الأوسع لا يمكن دائما كنت أقول وأنا في السعودية أقول لهم هذه العباءة مقدرة عباءة الرأس يعني لها كل التقدير والاحترام لكن لو هذه العباءة نفسها لا تصلح في ماليزيا مثلا لا تصلح في مترو بأمريكا لا بد أن نتفق على حد مشترك ثم بعد ذلك هناك أناس يستطيعون أن يرتفعوا إلى مستوى من الكمالات ومن يبقى مكانهم نعم لكن إذا وجدنا هؤلاء الناس كما كانت تقول إحدى السيدات التي أسلمت عندما أسلمت سألت كانت تسأل عن الأحكام فنقول لها يكفي أن تصلي مثلا أربع ركعات الظهر فتقول هذا فقط نقول نعم لكن إذا صليت ركعتين بعدها وركعتين وراءها هذا فضل أكثر فتقول هذا أول دين أرى فيه حد أدنى وحد أعلى فهذه الفكرة إذا وجدنا وهذه فكرة التوازن بالمناسبة التوازن أن تقف في نقطة ما بين المستنقع وبين الارتفاع بقدر ما دكتورة لضيق الوقت هناك عنوين مهمة ما الكتاب الذي تحبين أن نتحدث عنه الآن كتاب على خطى إبراهيم مثلا عليه السلام ممكن أنا أجمل هو في الولادة الثالث على خطى إبراهيم أنا لا أمشي بالترتيب نعم في الولادة على خطى إبراهيم نعم عجبتني فكرة أنه الله عز وجل عندما قال إن إبراهيم كان أمه وكان وحيدا في الواقع نعم هذا ما شهدته لك كيف نقرأ الحكمة الربانية من ذلك وماذا كتبت في هذا الكتاب على خطى إبراهيم أردت أن أجلي صورة الإسلام يعني الذي يقرأ على خطى إبراهيم يفهم أن الفكرة الإبراهيمية إذا صح التعبير بكلمة الفكرة الإبراهيمية أو المعنى الإبراهيمي هذا المعنى أجل من أن يكون اشتراك أديان هذا معنى كان فيه تكاليف وستطاع إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يؤدي هذه التكاليف كما أرادها الله تبارك وتعالى فاستحق من بعدها أن تولد على خطاه أمه بأكملها حملت هذا الموروث الإبراهيمي الصحيح يعني نحن فقط ورثت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأردت من قصة إبراهيم أن أقول لهم أن تثبيت الحقائق احتاج تضحيات وأنا كتبت التضحية الإبراهيمية بلغة يقول القارئون أنهم لا يطيقون معها إلا البكاء ويدركون أن تثبيت هذه الحقيقة الإبراهيمية في الأرض احتاجت إلى تضحية لا تطيقها البشرية الناس الآن تبكي لأن أبناءها تموت لكن أن تحمل ابنك أنت فتذبحه بيدك هذا لم يفعله إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولماذا استحق بردة الإمامة؟ لماذا استحق إبراهيم بردة الإمامة؟ صفاء الفهم والعزم نعم والتضحية الضخمة وفي نفس الوقت الثبات فاستحقت هذه اليد هي التي تبني بيت الله تبارك وتعالى الكتاب هو ربما صغير لكنه فكرته عظيمة نعم دكتورة بقي خمس دقائق معنا من إبراهيم عليه السلام إلى صحبة الحبيب عليه الصلاة والسلام الولادة الطبيعية سبحان الله الولادة الطبيعية الموروث لإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الحبيب صلى الله عليه وسلم لكني سأختم بكلمة واحدة أن هذا الكتاب شكل لي أرقا شديدا أنا أريد أن أكتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا أريد أن أكتب سردا ولا أريد أن أكتب معلومات ولا كتب كتب كثير طبعا الناس كلها تحفظ السيرة تقريبا وظللت في كيف يمكن أن أقدم النبي السلام دون أن أقدمه بإنقاص وفي نفس الوقت أريد أن أقدمه بحالة من العلو التي هي حقيقته حتى رأيت في الرؤية صوتا يقول لي أكتبي عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان إنسانا لكنه تسامى عن إنسانيته لأجلنا وهذا كان المفتاح الكتابة حقيقة لما بدأت أكتب كانت من أولى المشاهد مشهد أعني على دفن أمك يا محمد ورسمت تلك الطفولة التي تتشارك فيها الكثير الكثير من أطفال العالم رحلة النبي صلى الله عليه وسلم في وحدته وحشته فقره في كل مشهد اكتشف الناس أنهم يتشاركون مع النبي صلى الله عليه وسلم الناس بدأت ترسل لي رسائل بعد أن قرأت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أن هذه الرحلة القاسية صنعت هذا العلو يعني وصنعت هذه القوة الهائلة التي استطعت أن تقود أمة لكن في نفس الوقت كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتلك هذه التجربة ليتحول إلى قائد يعني يبدو هكذا في نص في الكتاب يبدو الوجع مكلفا لكنه يصنعنا لا شك نعم فالناس كانت ترسل لي لقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم رؤية جديدة عليه الصلاة والسلام فكرة عظيمة إلى أي مدى أثر فيك الأدب في صياغة هذه المفاهيم بطريقة أدبية مؤثرة أثر فيه كثير الرافعي يعني الرافعي جزا الله خيرا عن الإسلام نعم الرافعي يعني رفعني الرافع علمني البحث عن فلسفة المعاني الرافع علمني أن الأدب يرقي الروح يرقي الذائقة يرقي السلوك حتى يرقي الأفكار ويرقي المشاعر الرافع له فضل كبير كبير على قلمي ومن بعده روائيين كثر طبعا لكن مهم جدا ونحن نمسك القلم أن لا نمسك الأسلوب فقط أن ندرك أن القلم رسالة وأن نحارب بالأقلام كما نحارب بالسلاح القلم يمكن أن يغير الكثير وكلمة الله سبحانه وتعالى كتب هذا الكون يعني كله بأول ما خلق القلم لكن دكتورة اليوم في زمن التفاهة وعندما شاعت للأسف الشديد التفاهات في كل مكان أصبحت تحديات أكبر يعني قدرة القلم الصادق قلم الحق القدم الذي يقدم القيم والفائدة أمام متحديات أكبر من أي وقت مضى ولكن نحن يظن البعض أنه في حالة يأس للأسف الشديد بأنه الناس لم يعد لديهم اهتمام بهذا هل أنت مع هذه وجهة النظر أم تخالفينها؟ يعني قبل فترة كان أحدهم يقول هل ما زالت الصناعة الورقية حية؟ لا طبعا موجودة لكن نحن علينا عبء كبير الأقلام الكتاب المفكرين عليهم عبء كبير أن يقفوا في مواجهة طوفان الرداء طوفان الروايات التافية السخيفة التي تحقق طبعا مبيعات عالية جدا وأيضا في نفس الوقت حتى ترتقي بالإنسان أنت هنا نأتي إلى مشروع إلى المشاريع نعم منها مشروع مشكلة دقيقة حتى ترتقي أنت بذائقة الإنسان وباختيار الإنسان وانتقاء الإنسان أنت تريد أن تشتغل على صناعة الإنسان فلا يكفي أن أقول لهم أنا أقدم لكم كتابة جميلة وسلسة وسهلة ويمكن أن تصلكم أنت يجب أن تجهز هذا الإنسان كي يمتلك لأن الإعلام عندك والتعليم عندك جهز الإنسان يستقبل يستقبل التفاهة المنتشرة وذلك كان لدينا مشروع مشكلة مشروع مشكلة وهذا المشروع مستمر بفضل الله في تقديم المعرفة الواعية للجمهور والجمهور المتعطش بالمناسبة وهذه حقيقة يجب أن نقرها وهو أن الجمهور من الشباب متعطش وهناك جمهور واسع يبحث عن القيم ويبحث عن الجمال الموجود في هذه الكتب دكتورة حديثك لا يمل الله يخليك وأنا لا أعرف كيف مضى الوقت سريعا الله يخليك أشكرك جزيلا دكتورة كفاح أبو هنود كاتبة وناشطة تربوية كنت معنا في لقاء خاص شكرا لكم على طيب المتابعة في هذا اللقاء شكرا لفريق العمل على إنجاح هذه الحلقة تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم السلام عليكم ورحمة الله شكرا للمشاهدة